اهلا بكم مشاهدين الى نشرة الاخبار ونستهلها بالعنوينة تونس تحتفل مع المجموعة الدولية بيوم المرأة العالمي ودعوة الارتقاء بأوضاع المرأة ودعم حقوقها والانتصار لقيم المساواة ودكافؤ الفرصة وضع بيئي خطير في سفاقس رغم وجود احكام قضائية تلزم وكالة تصرف النفايات برفعها وعدد من المختصين يؤكدون ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها بعد القصف المكثف على مدن اوكرانية روسيا تفتح خمسة ممرات انسانية لاجلاء مدنيين اوكرانيين من العاصمة كييف اذا تحتفل تونس اليوم باليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من شهر مارس من كل سنة وبهذه المناسبة تم اطلاق البرنامج الوطني ريادة الاعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي الرائدات الذي يعمل على حوكمة التصرف وتعزيز برامج وآليات التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية حيث سيسمح باحداث ثلاثة الاف مشروع نسائي باعتمادات تقدر بخمسين مليون دينار وكان قد صادق في الثالث من الشهر الحالي مجلس الوزراء باشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع امر رئاسي يتعلق باحداث وحدة تصرف حسب الاهداف لانجاز هذا البرنامج اليوم العالم للمرأة والذي يحتفل به العالم هذه السنة تحت شعار المساواة بين الجنسين تدفو على السطح من جديد مسألة الحقوق فالمرأة وعلى الرغم من جهودها والاعتراف بتقدمها لأنها لا تحظى بحقوقها كاملة وفي هذا اليوم تجدد المرأة مطالبتها بالمساواة مع رجل المساواة كهدف عالمي في ظل سياق دولي تواجه فيه المرأة مخاطر عدة منها النزوح بسبب تغير المناخة في الثامن من مارس من كل عام تحيي تونس كسائر دول العالم اليوم العالمي للمرأة والذي يحتفل به هذه السنة تحت شعار المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام وذلك تقديرا لمساهمة النساء في مهام التكيف مع أزمة التغير المناخي والتخفيف من آثارها والاستجابة لتداعياتها ووفقا للموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة يعتبر تعزيز المساواة بين الجنسين في سياق أزمة المناخ ومساعي الحد من مخاطر الكوارث المترتبة على مشكلة الاحتباس الحرارية من أكبر التحديات العالمية في هذا القرن حيث تشير التقديرات إلى أن النساء يشكلن الثمانين في المئة من النازحين بسبب تغير المناخ وترد الأوضاع المعيشية الناجمة عن آثاره البيئية رقم يأتي في مرحلة تاريخية صعبة تتزايد فيها معاناة النساء جراء تساع رقعة الحروب وتواتر النزاعات المسلحة صورة قاتمة وأرقام تنقل واقعا عالميا في مناسبة تتيح فرصة التقييم السنوي للمنجز الوطني في مجال الارتقاء بأوضاع المرأة ودعم حقوقها والانتصار لقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين الجنسين فتونس التي تحمل مسارا تاريخيا داعما لحقوق المرأة منذ الاستقلال عام 56 ومجلة الأحوال الشخصية التي قامت على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ما زالت تواصل مسيرتها لدعم نسائها وليس أدل على ذلك من تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو للعام 2020 حيث احتلت تونس المرتبة الأولى ضمن قائمة الإفريقيات والعربيات الرائدات في مجال البحث العلمي باعتبار أن 55.1% من الباحثين التونسيين هم من النساء وتعد هذه النسبة الأكبر في إفريقيا والعالم العربي المرأة التونسية تتصدر كذلك قائمة الدول العربية في مجال البحث العلمي والابتكار بنسبة 55% مقابل متوسط 39% للمنطقة العربية أرقام ونجاحات لا تحجب واقعا شهد ارتفاعا ملحوظا لمنسوب العنف المصلة على المرأة والاستغلال الاقتصادي والجنسي وبين صورتين مختلفتين تفخر التونسيات فيها بالأولى وتبحث وتطالب بتشريعات وقوانين جديدة تمحو بها صورة ثانية كفي اليوم العالمي للمرأة مكاسب تعدد وأخرى ما زالت رهن البحث والمطالبة على مر السنوات يشهد العالم تفوق النساء في عدة مجالات ويبدو أن مهنة الطبيب النفسية اختصاص يحظى بإقبال مهم من قبل المرأة التي تتميز بقوة عاطفية مهمة في العلاقة العلاجية مع المريضة في الروبرتاج التالي تروي الطبيب النفسية حنان كامون عن تجربتها في هذا المجال لنرى مدى تمكنها من فرض ذاتها في مهمة تجمع بين الحقائق والعاطفة والعلاج الطب ليس مهنة وإنما رسالة إنسانية تسم فيها القيم النبيلة وذات مبادئة منها تنهل الدكتورة حنان بعيشة كامون المختصة في طب النفس والتي تعمل منذ ستة عشرة سنة بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد نذكر كان قامس معناتها كيفاش ادخلت أول مرة للمستشفى ما نعرف حد ما يعرفونيش لعباد الطب النفسي ما كانش معروف بسيدي بوزيد معانتها بالنسبة لي لما طبيب نفسين يراهو مش مشي لطبيب نفسيني يعني من مرضى الاختبال العقلي العديد المرضى كانت في اللولة قليلة في أول مبديد هنا في جانبير 2006 نذكر أول عيادة كانت بخيس كأربعة ولا خمسة حالات في العيادة والحمد لله معناتها فما وعي في المجتمع كبير برشا بأهمية الطب النفسي تقدم خدمات للأطفال والمراهقين والكهولي والأشخاص ذوي الإعاقة والذين يعانون مشاكل الإدمان بخليف العيادة بتاع الطب النفسي في المستشفى الجيوب بسيدي بوزيد نأثث عيادة يوم الأربعاء في واحدة التأهيل الاجتماعي للمعاقين دونك هغادي كان نهتم بالأطفال ذوي الإحتاجات الخصوصية خاصة للأطفال اللي عندهم مرضى التواحد ولا مشكلة النقص في الذكاء أو مشاكل دراسية بأنواحها الكل هي إحدى النساء التي تتقدم الصفوف في رحلة البذل والعطاء في مهنة إنسانية لزرع الأمل والتشبث بالحياة إلى موضوع آخر الآن يتعلق بالوضع البيئي في سفاقس وضع يراوح مكانه رغم وجود أحكام قضائية تلزم وكالة التصرف في النفايات برفعها فورا وقد دع المشاركون في ندوة خصصة للنظر في الوضع البيئي بمدينة سفاقس إلى ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها إزاء هذا الوضع الجامعة الوطنية للبلديات تونسية أبرزت خلال هذه الندوة الصحفية مواطن تنصل الدولة من مسؤولياتها في ملف الفضلات المنزلية المتراكمة عشوائيا منذ 160 يوما في سفاقس رغم وجود أحكام قضائية البلديات قضاة وكالة التصرف في النفايات وصار حكم قضائي برفع الفضلات عاجلا ووجات حلول عاجلة للسلطة مؤقتا لكن للأسف الشديد السلطة تنصلت رغم أن الحكم ما جاء ما ورد في الحكم أن الاستناف لا يوقف هذا الحكم الآن ليس هناك أي حل كما هو الحل عليه صحيح فم تصرف من بعض كل أسف نقولها من بعض المواطنين ومن بعض المقاولين بطريقتهم الخاصة كما تعرفوا كما شفنا المشاهد الفضلات أمام الأبواب المؤسسية أمام المؤسسية التربوية أمام المتاجر أمام المنازل أمام الناس لا يستطيع أن تدخل لديارها اللي يخليهم ساعات يتلزوا أنهم يرفعوا الفضلات وحدهم بطريقتهم الخاصة وعن طريق المقاولين زادة بطريقتهم الخاصة بلديتها جرمدا والعين عجزتها عن مواجهة حوالي 30 مصبا عشوائيا فيما تواصل بلدية اسفاقص تجميع 500 طن يوميا بالمصب الوقتي الذي رفضت الوكالة الوطنية لتصرف في النفايات أن تتدخل في تهيئته حسب رئيس بلدية اسفاقص الكبرى في انتظار ترميم الثقة بين المواطن والدولة وخصوصا أهالي الليمية حيث من المزمع تركيز مركز تجميع وتثمين مشينا على أساس أن يكون مسار بالتوازي بين الجمع المؤقت إلى حين تركيز ذاته الوحدة اليوم المنسوب الثقة بين المواطنين ومؤسسة الدولة ما هوش متوفر باللازم وبالتالي العملية ما زالت تروح المكان متاحة تعود للمركز معنا تلك الحكاية بطبيط الحال بطبيط الحال لأنه الموضوع بيد الوزارة والوكالة سمعنا رئيس الجمهورية مؤخرا قال على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها يلي يجبنا نذكره اللي هو رئيس الدولة وإحنا ماه أعضاء من الدولة فلذلك يجبنا نتحمل مسؤوليتنا في أقرب الوقت على خطر اليوم الأدوار مقتصمة أنا علي الرفع والإزالة والإصال وانت عليك اليوم مراقبة الفضلات ووضحها في المصبات وكيفية المصبات الجامعة الوطنية للبلدية ترادة أن تكون هذه ندوة صحفية تذكيرا بمسؤولية الدولة الأولى عن هذا الملف وصيحة فزع قبل اتفاع دراجة الحرارة وقبل أن تصبح كلفة الفضلات خسائر صحية واقتصادية تصعب معالجتها نبقى في المجال البيئي وفسقية الأغالبة بالقيروان معلم مائي استغلت أحواضه في فترة من الزمن كوسيلة للري والشربة اليوم هذا المزار السياحي الذي قاوم على امتداد العصور عوامل الاندثار هو اليوم يواجه الأهمال والتهميش ليصبح مصبا للقوارير والأكياس البلاستيكية بعد أن سمدت أمام عوامل الاندثار ومثلت خلال سنوات مضت متنفسا للعائلات ومزارا للسياح أصبحت فسقية الأغالبة ذكرى شاحبة هجرها أهلها بعد أن فقدت إطلالتها الجميلة الفسقية رأي أثار عالمية رأي ميشي ملك للشعب التونسي كهو رأي ملك للإنسانية الكل وبالتالي يجب تثمينها يجب أن تلهابها يجب أن نظفها ويرزم القراءة ويلقا وينيت نفسه ويلقا وينيت نبشيه ويلقا وينيت نبشيه ويلقا ومنتزاه هذه رأي مهم لأكثر من ستين وينيت 70 سنة رأي مرتع للأشياء اللي ميشي بها حاولنا بعديد الطرق لكن إمكانياتنا تقعد ضعيفة أمام إمكانيات الدولة ما زلنا أن نطالب وشدي صحيح باش الدولة تحسن من وضعيتها واتثمنها خصوصا معلمائي قعد حداشا قرن في العالم كما هكا المفروض رأي يدخل في بارشة فلوس مش للقروانة كهو رأي لتونس الكل نداء للمسؤولين الجهويين في القروان باش يداوموا على نظافتها لأنه مش معقول باش تقعد ديمها كاكا فاكل وسخة ذاكا والماء قاعد يضيع ومالح برشة وقعد يأكل في المدعمات واني ثم وحدات مكسرة من لوتا مش الطيح وكالدعاء من تاحها أكدت وزيرة الشؤون الثقافية خلال زيارتها إلى ولاية القروان على أهمية هذا المعلم التاريخي كمتنفس وحيد للعائلات كما أفادت أنه سيتم وضع برنامج عملي سريع سيكون جاهزا خلال مهرجان المولد النبوي الشريف السيينة المستعجلة حتى ترى أجزاء معناها تخوف متداعية معناها حتى السقوط بشي سير معناها الكنسوليداسيون بتاعها وزاد المكان هذي كله من المرتقب أنه يكون مكان معناها معشب فيه اللون الأخضر أحنا نطمح حتى أنه المحيط متاع الفسقيات هذية تكون حديقة بيئية أنه بشي سير أنه بلوكاج دون بختي جانب ملهيبة هذية اللي يمكن صرفه بطريقة ان شاء الله تكون مباشرة لتقديم نحب نقول هالكلمة سامحوني الأسعافات اللازمة حتى ترجع الحياة لهذا المتنفس متاع الأهيلي هذا وتواصلت الزيارة بمعاينة جملة من المعالم الدينية والثقافية بالولاية أفدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس بأنه تقرر إنهاء مفعول قارة ريني في الإقامة الجبرية اتخذ ضد شخصين يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام وأوضحت وزارة الداخلية أنه تقرر إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذ ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء اتماما ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية ولم ينص البلاغ صراحة على هويت الشخصين المعنيين غير أن التنصيص على تاريخ فرض قرار الإقامة الجبرية ومجباته يؤكد أن الشخصين المعنيين هما نأب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نوردين البحيري والإطار الأمني فتحي البلدي عربى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج عثمان الجرندي في مكالمة هاتفية مع نظيره الروماني أقدان لوسيانو أوسكو عن شكر تونس وامتنانها لما وجدته من السلطات الرومانية من دعم ومساعدة على مدى الأيام الماضية في عملية إجلاء أفراد الجالية التونسية من أوكرانيا وما وفرته من تسهيلات ساهمت بشكل كبير في إتمام عملية الإجلاء في أفضل الظروف من جهته ثمن وزير الخارجية روماني جهود السلطات التونسية في عملية الإجلاء واستعداد الجانب الروماني لمواصلة التنسيق مع نظيره التونسي لتأمين سلامة أفراد الجالية التونسية واستعرض الوزيران بالمناسبة أيضا السبل الكفيلة بتعزيز وإثراء التعاون الثنائي في مختلف المجالات من خلال الإعداد المحكم للاستحقاقات القادمة وخاصة اللجنة المشتركة التونسية الرومانية الوضع الميدني في أوكرانيا وقد تعهدت روسيا بفتح ممرات إنسانية صباح اليوم من أجل السماح لألاف المدنيين الفرار من المدن الأوكرانية الرئيسية الواقعة تحت القصف الروسي منذ أسبوعين خمسة ممرات إنسانية فتحتها روسيا اليوم لإجلاء مدنيين أوكرانيين من العصم كييف وخر كييف ثاني أكبر المدن التي تتعرض لقصف الشديد منذ أيام إلى جانب مدين سومي وماريوبول وتشانهيف حيث تطبق القوات الروسية نظام صم تعتبارا من صباح اليوم وقد غدرت بالفعل أول قفلات من السكان والطلاب الأجان لمدينة سومي شمال شرق البلاد نحو أماكن أكثر أمنا كما قال مسؤولنا أوكرانيون أن بلادهم بدأت في إجلاء المدنيين من بلدة إيربين القريبة من العاصمة كييف يأتي ذلك في وقت تتعظم فيه أزمة اللاجئين على الحدود الأوكرانية حيث فر نحو ثلاثمائة ألف أكراني إلى رومانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فيما قالت مصادر رسمية نحو مليون ومئتي ألف أكراني عبر الحدود البولونية منذ بدء الهجوم الروسي من جهته قال مفاوض الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم أنه بعد الموجة الأولى من اللاجئين الأوكرانيين ستكون هناك موجة ثانية على الأرجح ملاجئين أكثر عرضة للمخاطر على اعتبار افتقارهم للموارد والصلات وتطبق روسيا وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا بشكل مؤقت اليوم في وقت دعا فيه مجلس الأمن الدولي للسماح بعبور العالقين في المدن المحاصرة وعبور المساعدات في مناطق القتال لأسة الأركان الأوكرانية اعتبرت من جهتها الجيش الروسي يحشد موارده لإطلاق هجوم على أصم كياف فيما أكد الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي في مقابلة تلفزيونية أن الهدف التالي لروسيا سيكون مدينة أوديسا منددا بعدم إفاء الغربي بوعوده رغم أن روسيا أصبحت أكبر دولة معاقبة في العالم متجاوزة بذلك إيران وسوريا حيث بلغ إجمال العقوبات على موسكو 5553 عقوبة الأزمة الرهنة بين روسيا وأوكرانيا واشتعال فتيل الحرب بين الجارتين أججته الخلافات بينهما على مدى سنوات أهم هذه المحطات التاريخية لهذه الأزمة في الورقة التالية أوكرانيا هذه الدولة الشابة التي يبلغ عمرها ثلاثة عقود فقط نشأت على أطلال تفكك أكبر دولة في العالم هي الاتحاد السوفيتي سنة 91 ونالت على إثر استقلالها عن موسكو ومنذ هذا التاريخ تتابع على حكم أوكرانيا رؤساء موالون ومناهضون لروسيا فمنذ عام 2014 تحولت أوكرانيا إلى نموذج الدولة القومية وقطعت طريقا طويلا نحو التكامل مع الغرب وصل إلى حد إعفاء الأوكرانيين من تأشيرات السفر إلى الاتحاد الأوروبي وفي المقابل تدهبرت العلاقات مع روسيا إلى حد تعليق حركة الطيران بين البلدين منذ عام 2015 فهذا التباعد بين روسيا وأوكرانيا يرسقه تاريخ من فرض القوة والهيمنة العسكرية من الجانب الروسي عام 2014 استولت روسيا على شبه جزيرة القرم وبعد ثورة الأوكرانيين على حكم الرئيس الروسي أنذاك فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو نادى المتظاهرون بالتقارب مع الأوروبيين والتخلص من التبعية لروسيا فر الرئيس حينها إلى موسكو وأعفي من منصبه لكن في شرق البلاد وتحديا في منطقة دومباس ظهر الانفصاليون الرافضون للتقارب مع أوروبا وانضموا إلى دعم روسيا في حرب قسمت دومباس بين سيطرة الانفصاليين وسيطرة الحكومة الأوكرانية وأودت بحياتي أكثر من 14 ألف شخص أما في جنوب البلاد فسيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم وضمت سكانها إليها بعد استفتاء لتقرير المصير وفي نهاية 2014 وقعت بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا على مذكرة بوداباست التي نصت على ضمان وحدة الأراضي الأوكرانية مقابل تخليها عن ترساناتها النووية الموروثة من الحقبة السوفيتية وفي عام 2019 أقرت أوكرانيا تعديلات دستورية تؤكد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وهو أمر ترى فيه موسكو خطرا على أراضيها تنامى النزاع الجيوسياسي بين الجارتين وتنامت المخاوف من التباعية والسيطرة فرغم عدم إشهار موسكو خطة لغزو أوكرانيا إلا أنها بدأت عمليتها العسكرية في الرابع والعشرين من فيفري المنقضي وأصرت على أن تحركاتها وتدخلها في أوكرانيا مشروع رغم الاستنكار الدودي والأممي لهذه الخطوة الروسية وتعالي الأصوات للتهدئة وضبط النفس وفرض العقوبات على روسيا ومنذ تسعة أيام بات تعيش المنطقة الباردة بتقسها على صفيح ساخن بين شد البعض الراغب في معاقبة روسيا أكثر وجذب البعض الآخر المقدر تأثيرات أي عقوبات ضدها على اقتصاده تتأرجح مواقف الغرب الاقتصادية من الدب الروسي فيما تخطت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الأسواق العالمية الأسبوعية المائة وثلاثين دولارا للبرميل الواحد قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ سنة ثمانية عشرة والفين بتخطي سعر البرميل الواحد مائة وثلاثين دولارا على أرضية حالة ترقب في أسواق الطاقة العالمية والخلاف داخل المعسكر الغربي حيث تقود الولايات المتحدة الأمريكية جهودا لإصدار عقوبات على واردة النفط والغاز الروسي في وقت تدفع فيه ألمانيا تيارا أوروبيا لرفض هذه العقوبات المتصلة بالعمليات العسكرية لروسيا في أوكرانيا وتعتمد أوروبا عموما بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي وتبعا لكل هذا قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنه يتم في هذه الفترة النظر في مشروع قانون سيحضر استيراد النفط منتجات التاقة الروسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفسق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وروسيا البيضاء مع اتخاذ الخطوة الأولى لمنع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وذكرت وزارة التاقة الأمريكية في بيان أن اليوم إنها وفقت على صحب حوالي ثلاثة مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطية النفطية الاستراتيجية للبلاد لصالح شركة إكسون موبايل وذلك للمرات الثانية عشرة وضف البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار موافقة إدارة بايدن في نوفمبر الماضي على السحب من الاحتياطي في إطار مسعى أكبر لزيادة المعروض من الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية وحذرت الرئاسة الروسية في وقت سابق من فرض قيود على شراء النفط الروسي وقال المتحدث باسمها ديمتري بيسكوف إن فرض حظر كهذا ستكون له عواقب وخيم على أسواق الطاقة العالمية ويذهب بعض المحللين إلى أن الأسواق العالمية تأثرت وبشكل مباشر بالتأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية بدى فيها قريبا الاتفاق على حيال الاتفاق النووبي لعام 15-2000 تبقى لتصريحات جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات في فيانا الجمعة الماضية وحث مسؤولون في الرئاسة الفرنسية الروسية على تقييم ما هو على المحاك في فيانا وهو عودة إيران لاحترام التزاماتها بموجب الاتفاق النووبي وأضاف أن ما هو خلاف ذلك وفي الواقع ابتزاز وليس دبلوماسية وتمل روسيا في زمان أمريكي المكتوب بأن تجارة موسكو واستثماراتها وتعاون العسكري التقني مع إيران لن تعرق له العقوبات المفروضة عليها مدد دخول قواتها أوكرانيا وبينما تتصدر أخبار أسعار النفط العنوين الكبرى في العالم مع ارتفاعاتها المتتالية بسبب الحرب في أوكرانيا أزمة صامتة تتعلق بواحد من أهم مصادر الغذاء العالمي أخذ في البروز أسعار القمح تلهب البرصات العالمية وتثير مخاوف جدية حول الأمن الغذائي في العالم مستقبلا الحرب في أوكرانيا وارتداداتها بدت قوية على سنبل ذهب الأصفر في العالم مع قفزة لافتة في أسعار القمح سجلت خلال تدولات الأمس لهمست مستويات غير مسبوقة بفعل المخاوف حيال نقص الإمدادات العالمية نتيجة الصراع بين روسيا وأوكرانيا أكبر مصدرية الحبوب في العالم واقع جديد دفع بعديد البلدان التي تعتمد في ورداتها من هذه المادة على هذين البلدين إلى البحث عن بدائل هو الحال مثلا مع لبنان الذي يستورد 80% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا يعني لبنان بيستهلك بالسنة 620-630 ألف طن مستوردنا السنة الماضية 520 ألف طن أمح من أوكرانيا بالذات لحالة والبيئ الإستيراد كان عم بيكون من روسيا ومولدافيا ورومانيا بلدان اللي هي بدن البحر الأسود هذه أغلقت هلأ تصديرها منعت التصدير الأمح وكل المواد الغذائية من هالبلدان هذه البحر الأسود حماية الأمن الغذائي الوطني تبع كل البلد فيهن هناك هلأ بالوقت الحاضر البديل هو بد يكون من أوروبا أوروبا عم نحكي فرنسا ألمانيا النزاع في أوكرانيا الذي يهدد وردات القمح يتزمن مع مشكل جفاف موسمي إضافة إلى نتجرة القمح ما زالت تعاني تبعات الإغلاق في الاقتصاد العالمي نتيجة أزمة كورونا وفي هذا السياق يحذر عارف حسين كبير الاقتصاديين في برنامج الغذاء العالمي من أن الوضع في عديد البلدان التي تعتمد على القمح الروسي والأوكراني سيكون حريجا إذا طال أمد الحرب أسوأ ما في الحرب الروسية الأوكرانية أنها نشبت في زمن جائحة كورونا هناك حوالي 276 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من أزمة جوع عدد المحللين الاقتصاديين يحذرون من انعكاسات سلبية جدا على أسعار استيلع في قادم الأيام نظرا للتربط الكبير الذي يحكم الأسواق العالمية ويؤكدون أن الأمر لن يطول كثيرا حتى تتسع رقعة الارتفاعات لتشمل كذلك البلدان التي لا ترتبط مباشرة بالاقتصاد الأوكراني أو الروسي في أخبار الرياضة أعلن النجم الرياضي السحي تعاقده رسميا مع المدرب لسعد جردا الشاب لقيادة فريق أكابر كرة القدم خلفا للفرنسي رجلام لومير الذي خير الانسحاب وسيباشر لسعد جردا عمله عشية اليوم حين يشرف على أول حصة تدريبية استعدادا لملاقات فريق الاتحاد المنستيري غدا بملعب حمد العواني بالقيروان ضمن الجولة التاسعة من بطولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم وهكذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة ونذكركم بالعنوين تونس تحتفل مع المجموعة الدولية بيوم المرأة العالمي ودعوات للاتقاء بأوضاع البرأة ودعم حقوقها والانتصار لقيم المساواة وتكافؤ الفرص وضع بيئي خطير في سفيقس رغم وجود أحكام قضائية تلزم وكالة التصرف في النفايات برفعها وعدد من المختصين يؤكدون ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها بعد القصف المكثف على مدن أوكرانية روسيا تفتح خمسة ممرات إنسانية لإجلاء مدنيين أوكرانيين من العاصمة كييف في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة